السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن قصة مملكة سبأ نريد أن نقف عند بعض القصص القرآني التي فيها عبر وعظات رغم أنها من الزمن الماضي لكن يمكن أن نستفيد منها في تحليل واقعنا المعاصرة ممكن من خلال القصص القرآني القديم نفهم التغيرات والأحداث التي تقع في زماننا المعاصرة ربنا سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فكل قصة قرآنية هي لا تكون مجرد للتسلية أو الإخبار وإنما هي مسألة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقافية وإيمانية وفكرية في زمن معين يمكن أن نقص عليها ما يتقلق بحياتنا اليومية سوف نعمل وإياكم أيها الأحباب الكرام لنتعرف عن مملكة كانت في زمن من الأزمنة تعيش في نعيم وتعيش في رخاء أموال كثيرة وسلع متوفرة ورخص في الأسعار والحياة كلها نعيم ولكن وقع تقلب تقلب في هذه المملكة ووقع فيها تغير فما الذي حدث وما هو السبب وكيف نستفيد منها العبراء والعباء تعالوا جميعا نقرأ من كلام الله تعالى عن هذه البلدة عن هذه المملكة مملكة سبأ يقول ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين داوات أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجاز إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فشعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور من هي مملكة سبأ؟ ما الذي وقع فيها؟ مملكة سبأ هي من الممالك العظيمة التي كانت في التاريخ القديم كانت توجد بأرض اليمن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على أهلها أعطاهم نعما ظاهرة وباطنة ربنا بارك لهم في الأرض وبارك لهم في المال وفي الولد نزلت عليهم بركات من السماء سماؤهم كانت دوما ممترة وأراضيهم دوما كانت مخدرة وثمارهم كانت دوما يانعة وضروع موشيهم كانت دوما دارة أرزاقهم حاضرة وخيراتهم كثيرة كانت تحيط بمساكنهم الأشجار والثمار يأكلون أطيب الطعام ويشربون من الماء أعدبه ويتنفسون من الهواء أنقاه هذه مملكة سبأ وربنا سبحانه وتعالى وفقهم بأن وضعوا سدا عظيما يسمى سد مأرب سد عريض ومنيع وحصين جعلوا له عيونا تفتح وتغلق وخزلوا فيه الماء بكميات كبيرة نعيم عظيم أكرم به ربنا عز وجل هذه المملكة هكذا قال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية آية أي على مدلع على كمال قدرة المولى عز وجل وبديع صنعه أعطاهم الله تعالى المنظر الجميل الذي يسحر العيوم ويبهر القلوب ويمتع الفؤاد بلد طيبة فيها حضائق غناء وزروع خضراء وماء متدفق وعيون تجري وقطوف دانية وثمار ينعه وفواكه مختلفة وأشجار وأزهار كل خير متع للقلب والنظر ومتع للفكر أعطاهم الله الطيور المغردة والبلاب الأصداحة نعم كثيرة قيل بأن هذه الآية هي أن هذه الأرض كانت خالية من الميكروبات ومن الجراتيم ما فيها لا بعوض ولا دباب ولا برغوث ولا قمل ولا عقرب ولا حية البلدة خالية من الدواب المؤذية وأعطاهم الله تعالى هواء صحيا وجعل عيشهم طيب هكذا قال جنتان عن يمين والشمال ما معنى جنتان عن اليمين والشمال يعني أن الماء كان يأتيهم بغزارة يترقرق طيبا بين جبالين وتجتمع إليه السيول فبنوا سدا عظيما هو غرسوا الأشجار فكانت تثمر أجود وأنضج وأحلى التمار صارت له المساتين والخيرات كل ذلك بقدرة العزيز الغفار حتى يقال بأن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فيمتلئ من الثمار المتساقط فيه من كترته ونجه الخير الكثير أكرم بها الله تعالى هذه البلدة ماذا طلب الله تعالى منهم ماذا قال قال عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له هذا هو طلب الله ربنا عز وجل قال لنا كلوا من رزق ربكم واشكروا له أي تمتعوا بنعمه وهنأوا بعطائه والتدوا بأرزاقه هذا كله لكم خلقه الله من أجلكم ولكن المطلوب منكم ما هو هو الشكر المنعم أنك تربط النعمة بالمنعم وتشكره على ما أعطاك كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة أي أن المنعم الذي أنعم عليكم هو رب غفور يستر الدنوب رغم بعض ذنوبكم الصغيرة وبعض تفريطكم فربك يستر يستر الدنوب جمع لهم الله تعالى من مغفرة الدنوب وطيب البلد وهذا لم يجمعه لأحد من الخلق كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لكن ما الذي وقع أنهم أعرضوا يقول بعض الصالحين من لم يشكر الله على نعمه فقد تعرض لزوالها ومن شكره عليها فقد قيدها بعقالها هذه حكمة مهمة نستفيد منها في واقعنا المعاصر في التقلبات التي نشهدها في حياتنا اليومية لما يشكي بعض الناس ويقول لقد تعرضت لزوال النعمة كان عندي مال ولكنه ذهب كانت عندي وظيفة ولكنني خرجت منها كان عندي شركة ولكنها أغلقت أبوابها كان عندي أطفال كان عندي صحة وأسرة كل ذلك ذهب لماذا ذهبت هذه النعم وهو أن الإنسان لم يشكر ربه عليها من لم يشكر الله تعالى للنعم فإنه يتعرض لزوالها ولكن من شكر الله على النعم فإنه قيدها بعقالها نقيد النعم ونحافظ عليها بالشكر ما الذي وقع لهذه البلدة بلدة مملكة سبأ قال فأعرضوا فأعرضوا بداية التحول في هذه المملكة هي أن هؤلاء الناس لما أكرمهم الله بالأموال وأكرمهم بالخيرات وأكرمهم بالنعيم أي ودى أن يشكروا الله عز وجل كانوا يصدون عن ذكر هذه النعم بل وكفروا بالمنعم سبحانه وتعالى وعاشوا مدة طويلة في هذا النعيم وربك عز وجل يعطيهم مهلة وراء مهلة للتوبة والعظة ولكن أصبهم الجحود جحود هذه النعمة أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا عن شكر نعمة الله وأعرضوا عن منهج الله وقالوا نحن نكتفي إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى ربك سبحانه وتعالى مدى مدة طويلة كان يعطيهم العلامات ويعطيهم الإشارات ويعطيهم التنبيهات لكنهم أعرضوا وأعرضوا وأعرضوا فماذا كان جزاؤهم قال الله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم أرسلنا عليهم سيل العرم ربنا أرسل إليهم هذا السيل العرمرم تدفقت المياه المدرارة الغزيرة سيلا جارفا هذا السيل خرب كل شيء هذا السد تخرب وأغرق البساتين وأغرق المزارع وضيع البهائن حتى إنهم دفنت بيوتهم ودمرت منازلهم والعياد بالله الناس لما رأوا هذا المشهد المروع هذا السيل الكبير الذي كان به يحافظون على الفلاحة والزراعة وعلى النمو الاقتصادي دخل في قلوبهم الرعب وطاشت لهوله عقولهم وكيف وقع هذا الله سبحانه وتعالى سلط فئران هكذا يقول علماء التفسير في النصوص والآثار أذن الله تعالى لفئران صغيرة أن تتسلل لسد سباء العظيم كانوا يفتخرون بسيل سباء سد عظيم بعت الله فئران صغيرة وبدأت تحثر شهاد السد وتنخر شيئا فشيئا وهم لا يشعرون لأن القرية كانت مطمئنة والبلدة كانت كلها آمنة وبعد أن رأوا كيف أن هذا الجدران لهذا السد العظيم بدأ يتصدع بدأوا يشعرون بالخوف ويشعرون بالحرمان وبين عشية وضحاها انهار السد العظيم فإذا بالسيل الجارف يأتي على المزارع والمنازل والممتلكات حتى إن الأشجار المتمرة صارت يابسة ونابتت مكانها أشجار مرة لا خير فيها من الخمط أي من الأركي والأثن ربنا العزيز الجبر ماذا قال قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل عبارات مخيفة وبدلناهم بجنتيهم كان عندهم الخير الكثير أعطاهم الله تعالى جنتا ذواتي أكل خمط الخمط هو الثمر المر الذي لا يأكل وأتل هو الشجر الذي لا يثمر أصلا وشيء من سدر قليل أي أن قلة من شجر النبق هو ثمر قليل فيه شوك كثير والعياد بالله فإذا بيئة الطيور الصدحة والبلابل الغناء تغادر تلك البلدة والقرية والمملكة وعوض الطيور والبلابل صار محلها البوم والغربان السود والعياد بالله صارت هذه الغربان والبوم تصيح فوق البيوت المهدمة والزروع المدمرة لهذا قال الله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور أي نعاقب بهذه العقوبة الشديدة من كفر بأنعمنا وانتهك محارمنا ثم قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعض بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث أي أن الله تعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة من بين النعم على أهل سبع أن جعل طرقاتهم وممراتهم التجارية التي كانت بين اليمن والشام جعلها مأهولة لا تحتاج إلى حمل ماء ولا إلى حمل زاد فقد جعلناهم في الطريق الطويل محطات يستريحون فيها بالقيلولة والمبيت وهي قرى كثيرة على طول الطريق من اليمن إلى الشام في ذلك الزمن كانوا يسيرون في أمان غير خائفين ولا جياع ولا ضمأة كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان فربنا عز وجل سلب نعمة الأمان وسلب هذا الطريق السيار الذي فيه من المرات تجارية فكانت العقوبة أن أفقرهم بعد الغنى وشردهم بعد الاستقرار وفرقهم بعد الاجتماع ومزقهم في الأقطار مزقهم في الأقطار صاروا ممزقين وجعل خبرهم أحاديث يتحدث بها الناس في مجالسهم والناس يحكون ما جرى من أخبارهم هذا معنى قوله تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وضع مؤسف هذه المملكة التي كانت تعيش الأمن والأمان وتعيش الرخاء والطمأنين والرفاهية في لحظة تدمر السد بفعل الفئران والجردان الصغيرة ومات العديد من الأطفال والنساء والرجال وصارت هذه البلدة خرابا عمرتها الغربان والبوم والعياد بالله بعد أن كانوا يعيشون في عيش رغيب أهل هذه البلدة رحلوا إلى البلدان المجاورة وتفرقوا والعياد بالله وسط هذه القصة أعجوبة الناس يتحدثون عنها صاروا هؤلاء العظماء للبلدة ضع منهم السؤدد وضع منهم المال وضعت منهم كل الامتيازات للأسف صاروا فيما بعد خدما وعبيدا من نجا من الموت صاروا خدما وعبيدا عند الناس فعجبا بهذه البلدة أن السبب كانوا فئران هم تسببوا في هذا الخراب وهذا الدمار وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا أن هذا التبديل والتدمير وتغيير نمط الحياة من رفاه ونعومة إلى تعب وكذب وشضف وخشون فيه عبرة وفيه دلالة فقد يكون بعض الناس أو تكون بعض المجتمعات يعيشون في راغض من العيش ويظنون أن هذا هو الواقع ولكن قد ينكرون هذه النعمة ولا يشكرون المولى فيرتكبون الزلات ولا يستغفرون فيتغير حالهم وهذه سنة الله تعالى في أرضه في العباد أجمعين سواء قديما أو حادثا فهذه القصة هي قصة قديمة جدا لكن نحن نستفيد منها في واقعنا المعاصرة قد تكون هناك بعض المجتمعات أو بعض الأوطان تعيش هذه النعم لكنها لا تؤدي حقوق المنعم الذي خلق وبرأ ودرأ وهو القائل ولا إن شكرتم لأزيدنكم ولكن إذا بدل الإنسان وغير وجهد النعم فإن الله تعالى هددنا وخوفنا بأنه سوف يسلبها وقد يبدل مكان هذا النعيم خرابنا ودمارا كما قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل قومهم دار البوار علينا أن نقرأ القرآن قراءة متماعنة قراءة متدبرة ونفهم ماذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبلغنا من هذه القصص القديمة ونحن الآن نعيش في عصر حديث وهو أن التاريخ يعيد نفسه وأن الأحداث القديمة ممكن أن يقع ولا قدر الله نفس ما يقع في الوقت المعاصر إذا وقع الناس في نفس الأخطاء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سبأ لم تتغير عليهم النعمة إلا بعد أن أعرضوا عن دين الله ولم يشكروا هذه النعمة فهذه هي قصة باختصار قصة أهل سبأ التي قال فيها الله تعالى لقد كان لسبأ في مسانتينهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دوات أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يزاز إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ربنا يعتبر ما وقع هي آيات دل على جلاله وعظمته لكل من كان صابرا على ما أصبه من شدائد ولكل من كان شاكرا على ما جاءه من لعم نسأل الله تعالى أن يؤمن أوطاننا نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا نسأل الله تعالى أن يكثر خيرتنا وزروعنا وثمورنا نسأل الله تعالى أن يصرف عنا الوباء والأخطار والأمراض والفتن والفيضانات والزلازل والبركين نسأل الله تعالى أن يحفظنا بالسبع المتاني والقرآن العظيم اللهم أمين اللهم آمين احفظنا احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين أحبابنا في الله سوف نفتح خطوطنا الآن لكي نتناقش ونتحدث عن هذه النعم التي أعطنا المولى هل نشكر هذه النعم هل نقدر هذه النعم هل نربط النعمة بالمنعم أم أننا نأكل النعمة ولا ننتبه إلى الكريم الذي أكرمنا وإذا ما أصابنا شر لا قدر الله هل نصبر على البلاء هل نحتسب وهل نستغفر المولى ليرفع عنا البلاء أرقامنا أيها الأحباب الكرام كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم للواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم